دلوقتي مشاهدين هنروح لموجز الأهم الأخبار مع دينا تفضل يا دين مشكرك محمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح سيسي بمراعاة تحقيق أكبر قدر من التوسعة في الطرق والمحاور الجديدة بمحافظة القاهرة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة كذلك خلال تفقد الأعمال الانشائية بعدد من الطرق والمحاور والأعمال الصناعية التي تربط بين شرق القاهرة وغربها وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس سيسي تفقد الموقف التنفيذي الخاص بمحور عمر المختار في منطقة مسترد امتدادا لمحور عدل منصور وكذلك المرحلة الثانية من تطوير محور جوزيف تيتو كما تفقد الرئيس سيسي استكمال الأعمال الانشائية في محور شينزو أبي الذي يساهم في نقل الحركة المرورية من محور الشهيد حتى العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي أقلعت طائرتان لشركة إير كايرو إلى بولندا لإعادة طلب المصريين إلى أرض الوطن وقالت رئاسة مجلس الوزراء بأنه تم إقلاع طائرتين تابعتين لشركة إير كايرو متوجهتين إلى بولندا ليعود على متنهما إلى أرض الوطن الطلب المصريون الذين عبروا الحدود الأكرانية البولندية إلى الدول الأوروبية المجاورة أعلنت وزارة الخارجية عبور المواطن المصري المصاب بمحمد سعد زايد إلى الأراضي البولندية وتنصيق وصوله إلى العاصمة وارسو كما أشرت الوزارة إلى تقديم الرعاية وتوفير الإقامة لمواطن محمد سعد زايد ولأسرتي فضلا عن متابعة سفير مصر في بولندا سفير حاتم تاجدين حالة المواطن المصري مع الأطباء في المركز الطبية أعرب الرئيس الأوكراني فلادامير زيلينيسكي عن أسفه للقرار الذي وصفه بالمتعمد الذي اتخذه حلف شمال الأطلنطي بعدم فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا أو أثناء الهجوم الروسية وقال زيلينيسكي أن حلف الناتو أعطى الضوء الأخضر لمواصلة ضرباته على مدن وقرى أوكرانية برفض فرض منطقة حظر جوية وقع رئيس روسي فلادامير بوتين قانونا يفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى 15 عاما على من يدانون بتعمد نشر معلومات زائفة عن قوات المسلحة الروسية وذكرت وكالة رويترز النقلا عن وكالة تاسر روسي للأنباء أن بوتين وقع أيضا قانونا يضع مسؤولية جنائية على من يدعون إلى فرض عقوبات على روسيا هذا وأفادت وكالة رويترز النقلا عن وزارة الدفاع الروسية بأن روسيا ستسمح بممرات آمنة لسكاين مزينتي ماريو بول وفرون فاخا الأوكرانيتين أكدت رئيسة المفاوضة الأوروبية أرسولا فاندرلاين استعدادا للتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات على موسكو إذا لم توقف العملية العسكرية في أوكرانيا وفي خطاب ألقته خلال اللقائها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني فلينجين قالت فاندرلاين إنه بفضل تنصيق مع الولايات المتحدة تم نشر العقوبات في وقت وصفته بالقياسية واستعرضت رئيسة المفاوضة الأوروبية تأثير العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا إضافة إلى مساهمة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في حجد أكبر عدد ممكن من الدول الإنخراطي في فرض عقوبات إلى أن وصلت إلى أكثر من أربعين بلدا قال مدير برنامج الأغذية العالمية ديفيد بيزلي إن المنظمة الأممية تضع أنظمة متحركة لإطعام ما يتروح بين ثلاثة إلى خمسة ملايين نسمة داخل أوكرانيا وأضاف بيزلي أن المنظمة تنشر فرقا على امتداد الحدود الأوكرانية للوصول إلى من لا يستطيعون المغادرة ومن يحتاجون لدعم غذائي فوري مشيرت إلى أن الملايين من سكان أوكرانيا أصبحوا إما لاجئين أو نازحين في الداخل قال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس اختيارات لخفض الواردات الأمريكية من النفط الروسية وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان ساكي إن البيت الأبيض مازال على اتصال بأعضاء الكونجرس بشأن الموضوع مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية تدرس وسائل لوقف واردات النفط الروسي وتبحث الإجراءات الممكنة للحد إلى أقصى درجة من الأثر على الإمدادات العالمية والأثر على المستهلكين افتتحت وزيرة الثقافة إناس عبدالدين فعالية دورة الحادية عشر من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية التي تقام في الفترة من الرابع إلى العاشر من مارس الجاري وخلال الافتتاح أشهدت العبدالدين بالرسالة المهرجان ووصفتها بسنوات من الكفاح خضها فريق عمل المهرجان مؤكدها أن هذه الدورة تمثل مرحلة جديدة من عمر أحد المحافل العالمية المتخصصة الذي أثبت تميزه عبر دورته الماضية نهاية مجزء التاسعة في وصل وعند لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر